بسم الله الرحمن الرحيم وفي الحقيقة ما يسمى بملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا أنا أسميه جرائم الاستدمار الفرنسي ومرتكبه الفرنسيون في الجزائر طيلة 130 سنة وجريمة ضد الإنسانية أنا لا أتصور لحظة واحدة أن نشرك الجلاد في التأريخ لهذه الجريمة لا يمكن أبدا أن ندعو إلى تلاقي الجانب الفرنساوي والجانب الجزائري من أجل النظر في هذا الملف لا هناك جريمة ضد الإنسانية ارتكبتها فرنسا ومن واجبنا كجزائريين أن نجرم هذا التاريخ أن نجرم الاستدمار الفرنسي الذي يسمى خطأا الاستعمار واستدمار عن طريق عن طريق سن قانون في البرنامان الجزائري يعتبر الاستعمار جريمة ضد الإنسانية أنا في رأيي لا علاقة الموضوع هذا هو يهم الجزائريين يهم الجزائريين بالدرجة الأولى وبالدرجة الأخيرة يهم الجزائريين علينا أن ننظر في هذا الملف في إطار حدود الدولة الجزائرية نجرم الاستعمار ثم نخلي الفرنسويين إذا كان أرادوا أن يعترفوا بجريمتهم فآلا وسهلا وإلا إحنا قمنا يعني بما كان يجب أن نقوم به وهو تجريم الاستعمار أما أن يدعو البعض إلى الجلوس إلى طاولة ما بين الجلاد وما بين الضحية أنا بالنسبة لي هذا منطق مقلوب